بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نقدم أيضا محاضرة من ضمن المحاضرات المتنوعة لتخص اللغة الإنجليزية وبالضبط أريد نتعامل مع الأشياء الجزئية اللي تأدينا إلى أن كل لدينا لغة جيدة وأيضا نتعامل مع المهارات اللغوية الخاصة بالكتابة وأيضا نميز بين هذه الأشياء في تفاصيل الجملة عدنا هاي المواضيع الفوق المختصرة اللي هي السفاكسيز برافكسيز السوابق واللواحق اللي الآن موجودة في الكتاب وأيضا في السادس عدادي عدنا الأس اللي الآن اتعامل به كمنواع الأس اللي تجي موجودة في اللغة الإنجليزية وعدنا الابرفييشن اللي هي الاقتصارات بعض الأحيان عدنا أفعال مساعدة ممكن أن نختصرها وتستخدم في الرايتنج أكثر ما تكون هي في الاسبيكينج نجي على أول موضوع اللي يخص الأس خلي يكون الطالب أيضا يركزوا إياه على هاي المسألة ويهاف ثري تايب أدينا ثلاث أنواع تجينا باللغة الإنجليزية في الجمل هنا أنا مثلا عدنا البولار ناونس الأس شو كنت أول تستخدم مثلا نستخدمها ويا الأسماء الجمع لحظة أنا وان ركزت ركزت على أنه النامس ما قلت فعل قلت اسم يعني هاي الأسماء for example book كتاب مفرد when we add s to it وإنما أضيف للأس سيحصل عني كلمة books إنه صار عندنا هنا جمع بطولر هذا أول استفادة من إضافة الأس خاصة مع الأسماء هنا هنا السنجلة المفرد طبعا عدنا إضافات أخرى for example es أيضا لما نضيفه books اللي هو الصندوق هنا أنا حسير boxes وهان يجي له في ملاحظات أيضا قادمة الشوكة نضيفه ال es this is belonging to the last letter هذا تعتمد على آخر حرف موجود وهذا يجي له بتفاصيل بس إحنا ردنا نقول للطالب أو الطالبة أو الموجودين علينا بالقناة إنه هاي الأس كم استخدام إلها عندما نقرأها كيف نقرأها وشنو ما وقعها بالجملة لح تكون أول واحدة كلمة النوم ال es هنا تخص الجمع الاستخدام الثاني es لما تيجي ويا الأفعال حصرا وليس ولا اسمها اس المفرد الغائب اللي إحنا عودنا طلبتنا بالتعليم اللغة الإنجليزية عندما نبدأ بشكل مفرد عندما يكون الفاعل مفرد فور اكسامبل هي أو شي أو ات هي بلونجن to the man boy شخص مذكر وشي للمؤنث وإت لغير العاقل مؤنث أو مذكر هذني ذا جن ثلاثة at the beginning of the statement بالجملة أو إجه ما يطابقها من الأسماء أحمد ندا مثلنا دوك أو كات اي حيوان أي جماد لحيكون وراها الفعل اللي موجود أمامنا نضيف له اس يسمونه اس المفرد الغائب خلنأخذ مثال يطينا بالامتحان المدرس علي افتح قوس clean his car هنانا فعل verb لأنه الفاعل مفرد subject اجه occur at the beginning إن الآن من أنسر علي الحظيف لهذا الفعل بين قوسين s إذن أصبحت هاي الأس الس تختلف تماما عن الس الجمع اللي قلنا عليها باعتبار تجي ويالأسماء النوع الثالث اللي يسمون positive s الس التملكية لما نكتب علي لاحظنا نخلي كما car هذا يسموها اسم المملوك يعني علي سكار هاي الكار المنعائدة إلى علي علي سكار سيارة علي الحقيقة هي لما استخدموا هاي الابريفييشن كانت the car مثلا a car على سبيل المثال of علي لكن اللي كول بدايتنا كانت توية اسم علم لحنستقدم هاي الاس تعود المنع إلى علي وتعود للشيء اللي يملك علي اللي هي السيارة فسيارة علي فأيضا من يشوفون اسم علم بعد اس وراء اسم مملوك غير عاقل يعود لهذا الشخص تطلق عليها البروستيسيب أيضا ممكن حضرتكم تكتبون هذا التقسيم بالدفتر اللي يعدكم بالبيت واتهيئون نفسكم لهذا الأمر كمنا نجي على الابريفييشن طبعا السفق سيارة البروستيسيب بعدين نجي عليها هين نجي على الابريفييشن الابريفييشن عندنا فور اكزامبل we have many auxiliary verbs عندنا بعض الأفعال المساعدة بالمناسبة عندنا الأفعال الرب تقسم إلى مين الفعل الرئيسي مثلا go رئيسي ثابت يقوم بيه الفاعل وعندنا auxiliary أو ما يسمى بالhelping verb الفعل المساعد اللي هو ال is والام وال are وال words وال where etc هاي محروفة لما ريد نقتصر هاي الأفعال المساعدة إن writing في الكتابة لاحظوا الآن اشي حسوي لحبدي اقول هنا ال is وعندنا ال has وعندنا ال us هذن الثلاثة these three both are auxiliaries and us this is belonging to the object pronoun ضمير المفعول به يطينا ال abbreviation مرة s with comma يعني هاي الأس ممكن تكون ترمز represent is أو تمثلنا has أو us بزي هنانا شون الطالب لح يميز بين هذن الثلاثة يقول يصداد أنا هس رقيت الأس شون لحكتبها للمدرس خلنا أخذ مثال number one tom's playing tennis وعدنا نفس المثال tom written an email ايضا لدينا second abbreviation s وعدنا let s ايضا هذا الفعل يدع خلنشوف الأولى الأولى بالنسبة ترمزلنا لل is السبب لنجى بعدها شنو فعل شنو ب ing اللاحق ing اذن كل s abbreviation followed يتبعها أو يتي بعدها فعل ب ing أو اسم يكون اختصارها الاسم هنا second example المثال الثاني شوف ال s na abbreviation هنا ترمزلنا بال has ليش لأن بعدها followed by parts participle لحظوا عندنا الفعل in has will have will had these three auxiliary verbs يجي وراء followed by parts participle التصريف الثالث الفعل وكل الطلاب هم ما يحفظوا يكتبوا بس ما يعرفون التفصيلات ال p في معناتها هو فعل الأمر لأن عندنا جدوى المال الأفعال بهذا الشكل يجيب أن تحفظوه يسمونه regular verbs الشاذ تحيطينا present أو ما يسمى بال page جذر الفعل وعدنا past الماضي وعدنا past participle التصريف الثالث يعني من نقول write يكتب مضارع مرفوع top يخلينا عليها second اعتبرنا فعل الأمر هذا بتفصيل بسيط خلنرجع لهنانا فإذا tom صارت عندنا s وشرحنا بالضبط شنو اللي صار وعدنا s abbreviation ليه صارت has باعتبار بعدها التصريف الثالث هذا الفعل دائما يذكر وراء let us إذا هذا abbreviation ما s إذا اجت وير الفعل تطين us هاي انتهانا ملعتا الآن نجعل الأفعال المساعدة الأخرى لاحظ هنا r سيكون اختصال r e come on عندنا have سيصير عندنا ve come on عندنا الشر والول both of them كلاهما تطين double l common وعدنا would وعدنا الhat الapprevation لحنصر عندنا d common إذا تكملة لل is وال has وال us عندنا r أيضا اتمنى ان تكتبوها وعدنا have ve وعدنا shall will وعدنا would and had خلي نشوف شون نتعامل ويا هذا التمرين يعني شون يجينا يعني مثلا يجينا بالشكل التالي أحمد من تتعلم هاي المواضيع البسيطة تجي كسلسلة للصف السادس اعدادي وبالتالي المفروض احنا مو كل سنة لازم نعيد المادة ونقول لهذا المدرس مما أغذي لا هاي واضح بالنسبة اننا لاخدناها بالمتوسطة وما اشي به شرحنا هاي تفاصيل الموجودة بال is اللي موجودة امامنا يعني غطينا تقريبا فالدمحة بسيطة جدا المفروض هاي الآن طلاب المتوسطة حسرا يتابعها طلاب الابتدائية ايضا احنا ما نقرر لانه اللغة الانجليزية ما بيه تحديد عمرا هذا بالابتدائية نعم طبيعة العقلية البشرية تستوعب لكن هي خطوات يجب انا امشي بها فاتمنى من حضرتكم كل المتابعين الى قناتنا الى محاضرتنا ان ياخذوا من نظر اعتبار هاي اوليات للغة الانجليزية حتى مستقبلا انا ما شر عندي اي اخطاء وحاول اتجاوز الامور من اكتب اكتب صحيح وبالتالي اخذ درجات اللي انا استحق نجح على الموضوع البرفكسيز والسفكسيز هذا اللي موجود امامنا اللي هي الواحق نذكر نقول البرفكسيز اللي ذكرناها بالبداية اللي هي الان يو ان اي ام ديس ميس اي او اي او بالسادس اعدالي هاي موجودة في احد الدرلز احد التمارين موجودة لكن خلي نرجع للمراحل الاخرى حتى تكون مهيئة مستقبلا اذا صعدت المراحل الدراسية تعرف شين المطلوب هذا المطلوب هذا معناه نغير الصفات الى المعنى المعاكس يعني شون يعني انا من اقول كلمة وطبعا هاي تختص بالصفات سعيد اردى احاولها غير سعيد اشتا حسوي هنا ضمن قواعد موجودة اخلي يو واذكر كلمة happy خلاحظ المعنى صارت سعيد صارت غير سعيد السبب انه اليو ان هاي الحرفين سبقت الصفة فغيرت معناها الى المعنى المعاكس فاذا اي كلمة تلقون بهذا السوابق تغير المعنى الى المعنى الاخر وطبعا اضافات هذه السوابق تعتمد على قواعد ان شاء الله نذكرها في المحاضرات القادمة على العموم انت من تقرأ باللغة الانجليزية وتشاهد هاي الشغلات تعرف انه هاي الكلمة لما تقراها بهذه الصيغة معناتها المعاكس اساسا للكلمة هاي تعتمد على المعاني اللي انت حضرتك حافظها بينما الصفك سيزلة واحق هاي شا سوي عند الاضافة تغير شكل الكلمة من جزء الى جزء اخر خلي انتبع على هاي الفقرة شنو معنا يعني الفعل كلين هذا المضارع من انضيف ال 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 اللاحق صار كلين صار زمن الماضي حولنا من مضارع المن الى الماضي جيد ناخذ مثال اخر لاحظ هنا انا عندي مثلا عندي كلمة بيوتي لما طلح بالقاموس هي اسم نعم الجمعة لحق عملية درايفيشنل اللي هي عملية الاشتقاق والتكوين الى نموذج اخر فاضيف اياها اللاحق فل هاي جزء واحد بهالحالة لحصطيني كلمة بيوتفل لما ارجع للقاموس اشوفها هاي البيوتي شفيتها انا بالقاموس بها تعتبر اسم هنا تعتبر اجاتف صفر تحولت من اسم الى صفة بوجود اللاحق الفيول اذا معناته كل اللي تقرونا عن اللواحق هو تغيير من جزء الى من جزء من الاخر الكلام لاحظنانا من اكتبنانا ان زائدا ف يو ال على سبيل المثال او يو اس اي ال تطيني اجاتف احنا ان شاء الله بالمحاضرات اللي تجي مستقبلا القادمة لحن نفصل تفصيل اخر اضافي ولحن نسوي لكم ملاحظات مديات ما نستخدمه من هذه اللواحق في تغيير حتى انت مستقبلا من يكون عندك اتش كلمات تعرف بالضبط هل هي صفة هل هي ظروف هل هي فعل هل هي اسم نتيجة تغييرات اللي تنضاف الها ملاحظة الاخيرة ايضا من ضمن هذا الموضوع اللي هو السفاكسز هللاحظ هنا عندنا مثلا تيج يدرس فعل ذر حتى تسويه مهنة جوب وظيفة لحظيف لنانا لاحقي ار فصير عندي كلمة تيجر هاي تيجر اصبحت نام وهنا ذر اللي حول الفعل لا اسم ولا حقي واكو لواحق اخرى مثلا او ار مثلا ار اي استي هاي ان شاء الله نجدها بالتتابع بس انا حبيت اقولها للطلاب ابلغ جميع الطلبة بانه اللغة الانجليزية بها تكوينات بها تراكيب بها اشياء ممكن ننضيف لذلك احنا بس نقرأ لكن بالحقيقة انت الان لازم تعرف شون البرفكسز شون التغييرات الصير ليش الصفة الاسم صار صفة ليش الفعل صار اسم حتى مثل تقرأ وتريد الترجم باللغة الانجليزية راح تعرف كل اي ار في نهاية اي كلمة تبطينا اسم او وظيفة وبالمناسبة كل اي ار او ار اي او او ار او اي ار هذا لا في الفض يعني من اقول تيتشر ما اقول تيتشر اقول تيتشر بالشواء احنا الان ما هذا اللفظ علينا انا نفهم انه هاي اللواحة اذا اجت ويالفعل تتحول الى اسم هاي المحاضرات اللي قاعد نلقي لكم اياها ان شاء الله هي مبسطة وجميلة ايضا وممكن ان تكون هي بداية لحضرتكم قبل الامتحانات قبل الانتقال الى مراحل دراسية اخرى خلي نبدأ ايضا نعرف بالضبط شون اجت هاي حتى نكون احنا قادرين على انه نكتب الانجليزية نتكلم الانجليزية نعرف ما يطرحه المدرس في المحاضرة منالكم موفقية شكرا جزيلا على حس الاستماع والمتابعة ان شاء الله مستقبل سنكون اياكم على هذه القناة ممنون شكرا جزيلا